مواليد برش الحمل من الأشخاص يلي اليوم يمكن يتأثروا بهذا الأمر المكتمل الفولمون أمر البدر لكن بطريقة نوعا ما مختلفة عن الآخرين بيحسوا يمكن بيتعب بيزهق بيضجر في أمور ما قالوا جلد يتحركوا فيها في تأخير بعد المعاملات ما بيمشي حالة بيكون طولوا بالكن ليوصل الأمر لبرشكن يوم الغد من هلأ إلى وقته حاولوا أنه ما تحطوا حالكم بظروف صعبة أو معقدة لحتى ما تتشربك الأمور وترتكبوا بعض الأخطاء ننتقل لبرش الثور تأثير الفولمون على الأمر المكتمل البدر على مواليد برش الثور بعتبروا كتير مهم كتير إيجابي بيعطي طاقة كتير كبيرة وبيسمح لمواليد برش الثور أنه يكونوا مشاركين بقوة بين الناس مع أصحابهم وينما كانوا حتى ما بأي مجتمع إن كانت شغل حياة اجتماعية إن كانت حياة مهنية إن كانت حياة دراسية شو ما كان يوم ما وليد برش الثور نجمون مضوة نجمون قوي ومن الأبراج القوية جدا خاصة خمسة ستة أيار معيون منكمل مع برش الشوزاء تأثير هذا الفولمون عنكون شوي ضاغط شوي متطلب هو عم يكتمل في البيت العاشر في بيت الشهرة في بيت العمل في بيت الواجبيت للي ما منقدر نهرب منه أحياناً كتير عنا واجبيت منقدر ندولبها ونقول بكرة بعد بكرة لكن وجبيت اليوم عند موالي برش الشوزاء يمكن ما تقدروا تأجلوها لأنها اطرارية وطارقة أو مضطرين تشتغلوا عليها فطولوا بالكم لأنه نهار معقول يحمل شوي التوتر لكن هناك تأثيرات حلوة من كوكب المريخ لمواليد 21-22 أيار معيون ننتقل لبرش السرطان هذا الأمر طبعاً يلي ما بيعرف الأمر هو برشكم هو كوكبكم الحاكم لموالي برش السرطان فتتأثروا بأطوار القمر تقريباً دايماً بصورة استمرارية واليوم الأمر فولمون وتأثيره كتير حلو لأنه من برش مائي فالأجواء رائعة عند مواليد برش السرطان مهمة جداً قوية عندكم طبعاً اليوم شوية انفعالات عاطفية أو أحاسيسكم ومشاعركم شوي شفافي لكنه نهار إيجابي جداً من الأيام الأكثر حظة من الأيام يلي بتقدروا تعملوا تقريباً اللي بدكن يليه وإنجازاتكم رائعة ممتازة هناك تأثيرات كتير قوية لقالكم لصالحكم مواليد 24-25 أياران يونيو مع أنه بعتبر جميع مواليد برش السرطان اليوم محصوصة منروح لبرش الأسد مواليد برش الأسد هذا الفلمون يقع في البيت الثامن أوراق ملفات شؤون إدارية شؤون استشفائية شؤون يمكن تكون قانونية يمكن تكون العلاقة بأرثية فيها ترتيب أمور أي أوراق عادي يعني انتمهوا اليوم ما تطلعوا من بيتكم من دون أوراق كاملة يعني مثل الهوية مثل وراء السيارة كل هالأمور هايدي الضرورية تأكدوا منا لكنه نهار جي طبيعي ما تعتلوهم لكن نوعية الشغل شوي بدنت في الدقة منكمل مع برش العذرة اليوم الأمر فلمون هو معاكسك في البيت السابع يعني فيه احتمال يكون في بعض الأشخاص يلي بيحبوا يعملوا مش مشكل لكن بيعلقوا على رايحوا على الجاي هذا الشيء يمكن يزعجكم ويسبب لكم شوية انزعاش أو استياء بتكون تطولوا بالكم اليوم فيه احتمال يكون فيه يمكن حوار أو لقاء مع شخص مهم بالنسبة لألكم يعني يمكن يكون هذا اللقاء بالنسبة لألكم بيعني لكم كتير فحاولوا مواليدة برش العذراء تكونوا لطيفين أو تكونوا رايئين أو مارينين فليكسبل نظلكم حذرين 26-27 أب أغسطس منروح لها برش الميزان عفوا مواليد برش الميزان اليوم نهار أنا بعتبره نهار جيد اكتمال الأمر في برش الحوت يلي هو بالنسبة لألكم البيت السادس يمكن يحملكم شوية شوية تعب يمكن أمور صحية يمكن تعب نفسي يمكن عثلانين همشاء مع وحبين أنكم تشتغلوا بطريقة أفضل إذا بتنظموا وقتكم بيمشي الحال ما بتحوضوا مضطرين إنكم تنفعلوا أو تعتلوا هم نظموا وقتكم حتى نهاركم يمروا بطريقة جيدة ومن المستحسن إنه تخلصوا أشغالكم اليوم ما تتركوهم لليومين المقبلين كونوا جدا حذرين كوكب المريخ صار ببرشكم كونوا حذرين 23-24 سبتمبر من روح لبرش العقرب أنا بعتبر هذا اليوم يوم رائع من الأيام الأوية من الأيام الحلوة من الأيام يلي بتعطي موالي برش العقرب حقه وهناك مفاجأة سارة لإلكون وبعتبر موالي برش العقرب من الأبراش عفوا يلي بتقدر تلطئة الإشارات وتستوعب الأمور بسرعة اليوم نهار رائع لموالي برش العقرب بتنجحوا فيه كثير من التقدم وبعتبر نجم كتير عالي خاصة عند موالي 16-27 أكتوبر هذي تأثيرات من سحل من روح لبرش القوس موالي برش القوس تأثيرات الفلمون عليكم هي تأثيرات شوي صعبة شوي مربكة قد تسبب لي موالي برش القوس بعض الإرباك بعض التعب أو بعض نوعا ما عم بتفكروا يعني فيه شوية هم يمكن إلو علاقة بمسألة منزلية أو مسألة عائلية حاولوا موالي برش القوس نكون تحلوا الأمور بهدوء وبلاباقة اللي معروفين أنتوا فيها لا يوجد سبب فلكي مهم لتكون الأجواء سلبية بالعكس يمكن عجقتكم اليوم لأنهم عجوئين في عنكم زائر عزيز على قلبكم أو في عنكم حدث كتير حلو حابين تقوموا فيه منكمل مع برش القوس موالي برش القوس بعتبر هذا اليوم كتير قوي كتير قوي إيجابي قوي بإيجابي اليوم هو من الأيام يلي بتسمح لموالي برش القوس يكونوا الأقوى منافسة بشغلهم بعملهم بدرسهم بحياتهم اجتماعية بحياتهم الولادية إذا هني أولاد اليوم عندكم قدرات كتير كبيرة قدرات فيها تكون قدرات ومهارات حتى أرتستيك فنية أو هيويات رياضية من الأبراج القوية جدا موالي برش القوس خاصة خمسة ستة كانون التاني يناير نروح لها برش الدلو موالي برش الدلو بعتبر هذا اليوم يوم شغل يوم اهتمامات يوم بعض الأمور الفواتير واحدة رايحة واحدة جاية فموالي برش الدلو بعتبر هذا النهار بحاجة إلى متابعة ودقة رجاء ما تمضوا على ورقة قبل ما تأكدوا منها تابعوا الأمور غرادكم ممتلكاتكم خلوا عينكم عليهم مش لأنه رح بيصير شيء لا لكن الدقة مطلوبة اليوم ما تسهو مش وقت تسهو نوصل لإخر الأبراج برش الحوت اليوم مولو برش الحوت عم تحتفل ومع وجود الأمر ببرشك وفول مون مرة واحدة بالسنة عنا أمر مكتمل ببرشك هايدي كأنه صفحة جديدة عم بتبل شوى بكون تنسوا اللي صار وتنتقلوا إلى مرحلة أفضل عم بتحاولوا تضبطوا بعض القصص عم بتحاولوا تنسوا أو تتناسوا بعض القصص لا بأس بذلك ما رأتوا بظروف شوي صعبة خاصة موالية شهر شباط فبراير هلأ حان الوقت لحتى تحطوا كتير من حتى الأمور والأشخاص والذكريات تحطوها شوي وراكن وتنتقلوا إلى مرحلة أفضل يمكن أصعب شوي أول شيء لتتعودوا عليها بعدين بيمشي الحال هايدي كانت أبراجنا لليوم لتمنى لكم نهار حلو إلى اللقاء اشتركوا في القناة kata نهاية اللقاء لعصان ريد جلن لمح بالخ touCO اشتركوا في القناة uni عليها proximity اشتركوا في القناة